بعد انسحاب الجنود المصريين من بوغندا ودخول الاحتلال الذي تنازع اتباعه وتقاتل الطوائف النصارى فيما بينها بدأت عمليات الاغتيال حتى فر الملك ونصب غيره وقام المسلمون بتنصيب ملك عليهم هو قريب للملك الفر ادى هذا الخلاف والقتال لانتقال السلطة من ملك البلاد الى المندوب السامي وقعت المعاهدات وانطلقت الخطط الانجليزية الصليبية واشترطوا ان يكون الملك وكبار الوزراء من اتباع الكنيسة ضم جنوب السودان الوثني مع بوغندا ليكون دولة واحدة وسمية اوغندا والهدف من هذا الدمج هو قطع التواصل مع المسلمين في الشمال وزيادة عد الوثنيين اقيمت جامعة مكريري في اوغندا لتحل مكان جامعة الخرطوم وحربت اللغة والاسماء العربية والعادات الاسلامية وحرم المسلمون من التعليم والوظائف كانت المدارس النصرانية سبع اضعاف المدارس الحكومية والاسلامية وقد تم نشر اللغة الانجليزية وطال العبث القوانين والعادات ودعم الجهل والتعري وانتشر الفقر وجعل التعليم والمساعدات بيد الكنيسة وبعد الحرب العالمية الاولى حدث حراك سياسي ومطالبات ولكن الانجليز سحقوا هذه المطالب ونصبوا للسلطة ابن الملك السابق وهو ملك صغير موتيس الثاني قد تربى في مدارس الاحتلال وتشبع بافكارهم واصبح احد جرودهم استمر الوطنيون والمخلصون في مقاومة المحتلم وادرك الملك الجديد بان ليس لديه قدرة في معارض الحركة الوطنية فقرر الوقوف مع شعبه وترك اسياده الانجليز الذين ربوه وعلموه فطالب بالاستقلال فقام الانجليز بخلعه ونفيه خارج اوغندا فلما نفي ثار الشعب وبدأ العنف والصدام الحقيقي بين المحتل الانجليزي وسكان اوغندا اضطر الانجليز ليعادت الملك ولكن الوضاع لم تهدأ والحراك السياسي والعسكري في ازدياد فاضطرت بريطانيا للمفاوضة ومنح اوغندا استقلالها عام 1382 هجرة بعد احتلال داما اكثر من سبعين سنة